الأستراتيجية الجديدة التي تتبعها الولايات في التعامل مع إيران في مرحلة ما بعد إلغاء الاتفاق النووي والعودة إلى فرض عقوبات جديدة ضد طهران كانت محل بحث في معهد هوتسون بواشنطن حيث استعرض المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك معالم هذه الاستراتيجية الاتفاق الجديد الذي نتمنى التواصل إليه مع إيران لن يكون اتفاقا ثنائيا بين حكومتين ما نبحث عنه ومعاهدة لأن الاتفاق السابق كان بين الرئيس السابق وإيران ولم يكن معاهدة حديث أمريكي الذي يسبق اجتماع نيويورك الأسبوع المقبل حول إيران تركز على ما تهدف إليه الإدارة الحالية من التوصل إلى معاهدة مع طهران بصيغة تختلف عن تلك التي تم من خلالها الاتفاق النووي السابق في ظل الإدارة السابقة مؤكدا على أن العقوبات المفروضة مجددا تهدف إلى الحد من قدرات النظام الإيراني وتحجيم طموحاته الإقليمية ومنعه من تسويق النفط المورد الرئيسي لاقتصاد البلاد الإدارة الحالية ترغب في جعل الاتفاق النووي مع إيران مرتبطا بالاتفاق حول الصواريخ الباليستية وهو ما لا يفاق السابق وهو ما يشكل أحد العيوب الرئيسية في الاتفاق الدبلوماسي الأمريكي قال أيضا أن واشنطن لا تهدف إلى تضييق الحياة على الإيرانيين الطمحين إلى التغيير بتظاهرتهم المتجددة في شوارع طهران وعشرات المدن الإيرانية الأخرى بل إن الهدف الأساس لها هو مساعدة الإيرانيين للوصول إلى حياة أفضلة من خلال إضعاف قدرات النظام الحاكم ومنعه يرات من الضلرات في المساعي التوسعية الإقليمية والحد من التجربة القائمة حاليا في سوريا ولبنان والعراق واليمن مشيرا إلى أن النظام الإيراني الذي عمل على تطوير قدراته الصاروخية بصورة لافتة خلال مرحلة الاتفاق النووي كان قد نقل هذه الصناعة إلى ميليشيات مؤيدة له كحزب الله في لبنان والحوتيين في اليمن إيران كانت ولتزال دائما العنصر الأساسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وهي مصدر تهديد للولايات المتحدة وحلفائها من الواضح جدا أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية للتعامل بكل تشعبات الملف الإيراني تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الحاكم في طهران وإضعاف قدراته من كل النواحي عسكريا وماديا لأن نظام قوي في إيران لن يساعد على تحقيق استقرار في الشرق الأوسط يقول بسؤولون أمريكيون هنا في واشنطن أنا بحفلالي الحرة واشنطن